يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول لو أن أحدا سافر للسياحة لأيام معدودة لكنها غير محددة وقد سافر في شهر رمضان فهل يجب عليه أن يصوم؟ السفر لا سافر السفر يبيح الفطر السفر يبيح الفطر إن كان مريضا على السفر فعدة من أيام نخر سواء كان سفره للسياحة ولغيره لكن بشط تكون السياحة مباحة ما تكون السياحة في بلاد الكفار الحرام لا يوجد السياح في بلاد الكفار إنما تكون السياحة في بلاد المسلمين سفر للنزهة مباحة أما السفر المحرم لا يفضل ولا يقصر الصرف لأن الرخص لا تستباه للمعاصم نعم